إيش قال كمان في الشرك هذه عبارة من أبشع ما خالصت قطبه من إيه من يعني إيه من أغرب هناك الشرك الواضح الظاهر على فكرة كل حياتها بصير شرك قاعدتها بصير شرك هتشوف هناك الشرك الواضح الظاهر وهو الدينونة لغير الله في شأن من شؤون الحياة الدنيوية الله أكبر زي ما قولنا نحن يعني لو واحد شرعي في المواصلات واتبعت تشريع وبكون أنا إيش أشركت قال كوه هيك مين رد عليه حسن هو ضيبي رد بالذات على هذه العبارات قال له هذا كلام فارغ مس صحيح كلامك حسن هو ضيبي نفسه طبعا كان يفهم الإسلام في هذا الشيء أحسن من من سيد قطب حسن هو ضيبي كان مهد لك مستشار دارس القانون دارس الفقه والأصول مخ مرتب أكثر بكثير في هذه القضايا في القطب أدب في شأن من شؤون حكذا في شرع يتحاكم إلي والدينونة في تقليد من التقاليد لا إله إلا الله كاتخاذ أعياد ومواسم يشرعها الناس يعني شم النسيم عيد الميلاد عيد الشجرة عيد العمال قال لك شير كل هذا يا سيد قال لك الدينونة في تقليد من التقاليد كاتخاذ أعياد ومواسم يشرعها الناس ولا لا يشرعها الله كيف يعني يشرعها الله يعني لم يشرعها الله قصدك أنت الله مشرعش عيد الشجرة شرعت أنت كافر مشرك والله الله أكبر يقين إشي مش طبيعي والدينونة في زي من الأزياء ورحت فيها أنا بس هو كان بالبس برضو كان ربطه كذا من نصوص صيد خطب قومنا على ملة ونحن على ملة لا إله إلا الله أين أينك قومنا على دين ونحن على دين تكفير واضح وقال لك لا بكفرش خرضاوي لا يرحموا لما قال لهم بكفر مكفراتي ينضح بالكفر حربوا حرب مسكين خرضاوي بهدلوه عشانه قال لهم سيد قطب بكفر ما ردوش يعني بهدلوه طبعا ما تفكروا يعني قالوا لا بهدلوه كلمة صعبة ويتكلموا عليه ويكتبوا كذا لا أخي الأمر منهم لأنه قال لهم نزلنا بكفر إيش عمل لنا يعني بكفر يعز علي أن أقول هذا قال لهم يعز علي بس بكفر طبعا بكفر واضح أنه بكفر الله يرحمه يغفر له